عن جابر بن عبد الله الأمصاري عن فاطمة الزوراء علي السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال ادخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيت بالكساء يماني فغطيته به وصلت أنظروا إلي وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالا فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسنى قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قروة عيني وثمرتا فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أم أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرتا فؤادي فقال لي يا أماه إني أسم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكونا معكما تحت الكساء فقالا وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسني علي بن أبي طالد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هوا معا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لأو عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبا الوائي قد أذنت لك فدخلا علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضاتي قد أذنت لك فدخلا تحت الكساء فلما اتمنى جميعا تحت الكساء أخذا أبي رسول الله بطرفه الكساء وأومأ بيدي ليمنا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم ألا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأذنب عنهم الوجسا وطيرهم تطيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماءا مدنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة آؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسا فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومع دن الرسالة هم طاطمة وأبوها قبالها وبنوها فقال جبريل يا ربي تأذنني أم أبطا إلى الأرض لأكونا معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأولى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقولوا لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخلا معكم فلل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنتوا لي فدخل جبريل معنا تحت الكساب فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يكون إنما يريد الله ليذيب عنكم الوج أولى البيت ويطيركم تطيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيرتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي علي السلام إذا انغى الله فزنا وفا زفعتنا ورب الكعب فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باتني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمومون إلا وفرج الله همّا ولا مغمومون إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي علي السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعب ترجمة نانسي قنقر